أنا كويتي وأحب الكويت ودي الفرحة تدشك البيت أحب النقعة والنوير أحب التراب أحب جبلة وموت بشرق والمرقاب أحب الكويت قبل النفط وعقب الزيت أحب الكويت ودي الفرحة تدشك البيت أنا كويتي وأحب الكويت ضربة مجاعة تلقتها الأسرة الإعلامية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام بعد أن غيب الموت الإعلامي الكبير عبدالله صالح لمحيلان والذي سهم بإبداعاته الفنية في إثراء الساحة الإعلامية لعشرات السنين شك أنهنيك عبدالله على برنامج الصراحة الخميس اللي عرف أكثر باسم صراحة المحيلان تسلم يا عبد الرحمان شهادة تسفيها والله أتقدم بخالص المواساة إلى إسرة أم حيلان الكرام وفاة الأم عبدالله محيلان هذا الحرم الإعلامي الكبير الذي يقدم الكويت الكثير والكثير ونسأل الأخوة الإعلاميين الغادمين أن يسلكوا هذا النهج الإعلامي ويكون كل من مخلص في رسالته الإعلامية المحيلان عمل كمذيع في إذاعة الكويت حيث كان يقدم البرنامج الشهير استراحة الخميس في الثمانينيات وكان أحد أهم البرامج المذاعة أنذاك إضافة للبرامج التلفزيوني للمشاهد مع التحية إلى جانب عمله بالإخراج السينمائي للأفلام الوثاقية ومن أهمها فيلمه الشهير أريتيريا وطني الذي قام بتصويره وأخراجه عام تسعة وسبعين وتم عرضه في أمريكا سمعت أن أمريكا طلعت للقمر وتمشت عليه لا أنا أنا ما صدق بحادي ليش؟ والله ما صدق ها حطوا في التلفزيون هيا القمر؟ هيا القمر؟ وتمشوا قاعدوا هناك كم يوم؟ الله ربنا ربنا والله إذا يركبوا هيا القمر ما بقى شيء ليش؟ الله يكفيني شرهم وقل القمر؟ يو صراح طرحوا هناك وتمشوا وحطوا علامهم ورجعوا أبنائها اللي واقبوا المسيرة الإعلامية الأستاذ عبدالله المحيلان اللي كان له صولات وجولات في الإذاعة وفي التلفزيون نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للفقيد ولأهله والمحبيه جميعا في الكويت وفي خارج الكويت المحيلان يعتبر واحد من عمدة جيل المبدعين في مجالات الإعلام المسموع والمرئي على حد سواء تاركا بصمة مضيئة في ذاكرة وتاريخ البرامج والأعمال الإذاعية التي حفرت اسمه بأحرف من نور وكان لدراسية المسرح في جمهورية مصر العربية دورا في ثراء فكره ورسالته الإعلامية وكان مثالا للإبداع والالتزام بقواعد وآداب أخلاق العمل الإعلامي ومثالا للجد والمثابرة والتميز الذي فرض به نفسه وفكرة على استقطاب مستمعيه خليجيا وعربيا رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان أحمد العنزي الرأي